السلام عليكم و مرحبا بكم من جديد على قناتي و قناتكم قناة السعدية ان شاء الله يلقاكم هاد الفيديو في افضل و احسن الاحوال بنسبة اليوم انا قدم لكم واحد الكيكا بالكاكاو بصلصة رهيبة جدا و رائعة بنكهة الكراميل سهلة تحضير لك المذاق ديالها رائع صدقوني الى صيبتها غتعاودوا تصيبوها مرة اخرى لان المذاق ديالها كيجي رائع جدا و كذلك ما تنسوشي لكت اول مرة كتزوروا قناتي نضموا القناة وتشتركوا بالاشتراك فيها وتفعلوا جرس باش يوشلكوا بكل جديد و كذلك تعبلوا لايك الفيديو و اشترفوا على الطريقة و المقادير ستتبعوا مع الفيديو حتى النهاية دم باش نصيبو هاد الكيك غنحتاجو اربعة ديال البيضات من الحجم المتوسط واحد الياغورط طبيعي من وزن مية وعشرة جرام تقدروا تختاروا اي نكهة لكن انا كنفضل نكها ديال الكيكيكو فيه نكها ديال فاني واحد الكاس عامر ديال سكر خاشين لعبار ديال الكاس ديال العنبا كاس مع مرش ديال زيت دائما نفس للعبار ديال الكاس وتقريبا نربع كاس ديال الماء و ساشي ديال الفاني و جوج خمارات و جوج مع القكبار ديال الكاكاو المر وعلى بركة الله نحضروا الكيك ديالنا غنحتاج اي غناخد اي ايناء غنصايف فيه الكيك و غندير فيه البيض و بعد غنزيد عليهم الفاني و كذلك قبزة ملح لتصحيح الدوق و بعد غنطلعهم بالطراب الكهربائي او بالطراب اليدوي او بالخلاط الكهربائي اي حاجة توفر عندكم لانهو كيك عادي اللي غنزيد لي الجمال و للمدق عفون وهو هاديك السلسل اللي غنصيب معاكم في الاخر و بعد غنضيف معاهو عليهم واحد الكاس ديال السكر خاشين كي ما شتم حياه و غنحاول نخلط هاد المكونات مزيان حتى نحس بهم جمس و دكس كادب في البيض و من بعد غنضيف باقي المكونات اللي هو غنضيف الزيت بشكل تدريشي شوية بشوية و بطبيعة الحال مع التخليط المستمر و غنضيف كذلك اربعة كاس ديال الماء و واحد العلبة ديال ياغورت من وز مئة وعشرة قرام انا اختارت العلبة ديال او زبادي يعني ياغورت من السوس ما فيهنا نكهلة حاجة باش نحطها في الدول كي كي يكون فيه النكهة الفاني و يتبع فيه النكهة الكاكاو بعد ما خلطهم زيان غنضيف الدقيق غن تشوفوا معاهو ضفت الكاس اللول دائما بعبر ديال الكاس العنبا و دكجوج معالق ديال الكاكاو تقدروا ايضا تعودوا بالكاكاو ديال السشية لان المضاق ديالي هو كي يكون زوين احسن من ديال العباء و غنخلطهم زيان انا كنفضل كاكاو نديرو في اللول باش ضغياء يدوب يعني في الخالط يلا خليته تلخر ما كي يجيش اللون ديال الكاك متجانس و من بعد غنضيف بقية ديال الدقيق اللي هو نصف كاس تقريبا يعني غنحتاج في الطوطر كي ماشته معاه كاس و نصف ديال الدقيق بالعبر ديال الكاس ديال العنبا و غنخلط هاد المكونات امزيان حتي تجانسوا و غنضيف عليهم جوج ديال الخمارات من اللي احسن نضيفوهم مع الدقيق باش ينجح معاكم الكاك مية بالمية انا يعني ولفتها كار كي طلع معايا الكاك و ينجحها عادي فهدل اثناء انا فاش كنخلط كيك بطبيعة الحال غنصخن الفران على درجة 180 دوغريسيسيوس من الفوق و من التحت ضروري البنات من اللي اولا كي ماشته معايا شنوشات تقريبا شنوشات تقريبا شنوشات تقريبا شنوشات تقريبا على حسب الدقيق واش يشربو و ما يشربو هتاخدو اي مول عندكم غددهنوه بالزبدة ولا بالزيت و ترشو عليه الدقيق و من بعد غنسكبوه في هاد الخاليط و خلطوه على هاد طريقة غير يعني ديت و جبت باش يتوزع بشكل اللي هو متساوي باش ميجينيش منفخ او منفخ عفوا في الوسط و من بعد ما نسخل الفران غندخل هالفران كي ما قلت لكم يكون اصلا سخوم و نخلي الفران غير شاعل ملتحت فقط و نخلي هاتب على خاطرها و ندوز لسلصة ديال الكارابيل هنا و جد سلصة ديال الكارابيل ان شاء الله هنبرتجيها معاكم انا هدي يعني صنع منزلي تقدرو ايضا الى كانت عندكم مشارية خدو معلقة كبيرة مع 4 ديال مربعات ديال الشوكولاتة البيضاء و ندوبهم فوق العافية كي يجي الى هات الشكل كي يبليكم في اللوش شوكولاتة ربحان يلا خسر يعني كي تقطع ما تخافوا ولو غير استمروا في الدخلات ديال هاد المكوينين بجوج ها من بعد غير يبليكم الى هالخالط تجانس هلا هاد الطريقة اذا نراها سهلة ماشي شي حاجة اللي صعبة غير حاولهم اللي تدلوها فوق العافية تكون العافية اللي هي مهيلة بزف باش ما تحقشين الشوكولاتة و بعد غنزيد هاد جوج ديال الياغورت اللي كي يكون ماداق ديالهم بحل الجبن بحل بيرلي يعني الماداق ما فيهم تنكها يعني تقريبا عير كي يكون ماداق ديالهم بحل اللي لكتو زبادي مزيد يعني ضرم السوس مزيد اللي السكار صافي مهم يعني ستعملوا بيرلي ولا هاد النوع اللي وريدكم دابا وغا تخلطوهم زيان جوج ديال العلب وتخلطوهم زيان مزيان على هاد الشكل را كي يجي واحد الصنصة ديال الكارامي ما كي يجيش حلوه بزاف ولكن الماداق ديال الكارامي كي يكون فيها مجهد يعني كتجي رائعة جدا ومن بعد ما خلط هاد المكوينين حتى تجانسو غا نديرها في واحد زلافة ونخليها على جنب تبرد على خطرها غير في حرارة المطبخ كي ما شتو معي را تجيب كيمية اللي هي كبيرة تقريبا را يعني زلافة قربة تعمر ومن بعد ما طابت الكيك ديالنا غا تقبوه بهاد يعني هاد الاعواد ديال اللي بروشيت ولا اي حاجة عندكم وغا تقبوها مزيان على هاد طريقة من بعد غا نوجد واحد السيرو اللي فيه النسكس ديال السكار مع كأس الى ربع ديال الماء خلطتهم بزيان ودرتهم فوق العافية حتى تغلاو كنطفي من الغلية اللولة غير كتبال لكم غلاو صافية يعني كنطفيوا عليه وسقيتها بمزيان بصابعة الحال يكون السيرو بارد والكيك سخون ولا يكون الكيك بارد والسيرو سخون يعني واحد فيهم كي يكون بارد والاخر كي يكون سخون وغا نسقي بهم زيان هاد الكيك ولا تقدروا تستغنوا على هاد السيرو وسقيوا الكيك ديالكم بالحال يكون بارد الى كان الكيك بصابعة الحال يلا خرجوه من الفران مهم بعد ما سقيتهم بزيان غا نخلي هاد الكيك يتشرب هنوريكم كيفاش يجي يعني انا يا تقريبا مبقاش كيبال لكم دا كل ما كيف الجنبات وصافي غا نقلبوا على هاد الطريقة في شئيناء او لا اي حاجة مهم اللي غا تقدموا فيها الكيك ديالكم نوريكم النتيجة كيفاش كي يجي يعني راه وصفة هي سهلة متناول جميع ما فيها شكلة الماء قادم لا تحاجة اذا هو الكيك ديالنا كي ماشته تشرب معانا وكي يجي الطريط ريب الزال هنحاول نحيد له هاد يعني جنبات على هاد طريقة بالموس لانه تشرب الماء وكي ما يخليش المنظر ديال كي كي يكون زوين هاد اما في الامر يعني ماشي شي حاجة ما كي غير لف المدق لا تحاجة هاي بالموس بعيب شوية بالخاطر حتى تحيددو كل حواف كاملي ومبعد غنسكب عليها هاد صلصة ديال الكاراميل اللي كتجي رهيبة فعلا وكنحاول نوزحها بشكل متساوي وكندفعها لجنبات باش جيني ذاك الشكل اللي كي يجي جميع جدا اللي وردتكم في اللويل ديال الفيديو مهم نحاول نوزحها بشكل متساوي على الفوق ديال اللي كي كامل بهات طريقة غيب المعي لقاول لابس باتيولا ولا اي حاجة متوفرة عندكم في المنزيل وبطبيعة الحال انا مبعد هادية يعني تزيين نهائي انا حمرت شوية ديال الكوكاو وحيت لي شوية ديال القشور تقدروا تديرو انتو ملوز ولا تديرو القرقع ولا اي حاجة القرقع بطبيعة الحال ما تحمروش عيس خنو شوية وطحنو ونصطحنة انا اخديت الكوكاو كيما اكتلكم حمرته وطحنتو نصطحنة على هالطريقة لان الكوكاو كان عارفو انه كي يجي مع الكراميل رائع جدا بطبيعة الحال هاد الكوكاو انا اللي سايبته في الضرح مرته في الضرح وهادي هي الشكل النهائي ديال هاد الكيك وغير مريكم كيفاش كتجي في الداخل كتشيه شيشة بزاف لانني سقيتها مزيان بسيرو بطبيعة الحال ايضا هاد سلصة ديال الكراميل كتشرب منها الكيك وكتولي رائعة جدا نتمنى انكم تجربوا حقا لانك تستحق التجربة وتردوا عليها في التعاليق وما تبخلوش عليها كذلك باللايكات ديالكم وبالاشتراك في القناة وايضا تفعلوا جارس وبرتجوا الوصفة مع احبابكم ولا اصدقاء ديالكم ولا بغيتوا اي نوع من الوصفات ما عليكم الا تكتبوها في التعاليق ان شاء الله نقدمها في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة